مستر ريني فيل ورفض التلات مهاجمين قال مش عاوزه طب عاوز مين يا عام قالك إليك يا عام ما فيش غير إليك اللي راح بإسرائيل تعني عرضوا عليه تلات مهاجمين منهم دول اللي رفضهم مؤخرا يعني رفض محسن متولي مهاجم الرجاء المغربي قالك مش ده المهاجم اللي أنا عاوزه رفض مهاجم أشان تكوتوكو البركيني سونجي ياكوبة رفض قالك برضو مش دي الإمكانيات لأنا بدور عليها رفض التفاوض مع حسام حسن وقالك حسام حسن اللي هو مهاجم سموحة زيه زي مروان محسن وبالنسبة لوليد أزارو فتحوا الكلام معا تاني على وليد أزارو قال لهم أنا مش عاوز وليد أزارو يا عم الحج ربنا يهديك مش عاوز وليد أزارو طب يا عم صالحكو على بعض ويطلع يتأسفلك مش عاوز وليد أزارو ولا صالح جمع وليد أزارو عقده بينتهي بنهاية الموسم القادة بقى في عقده موسم نادي الشباب السعودي طلب التعاقد معه مقابل مليون ومئتين ألف دولار قال لك أخذ السنة دي بالمليون ومئتين ألف دولار النادي الأهلي قال لأ أقل رقم اتنين مليون دولار ونحط بنده كمان لو لعب في نادي مصري أخذ ثلاثة مليون دولار لو لعب في نادي مصري قبل ثلاث سنين كلام بصراحة يعني أنا مش عارف وليد أزارو مهاجم متميز راح لاتفاق السعودي عمل ثلاث جوان فاربعة مطشات عمل أسست عمل ضرب الجزاء والدنيا وقفت وانت لو بعته لو بعته خلاص مش طعف تجيبه تاني مش طعف تحكم فيه اللي بسأل على محمد محمود الأستاذ أحمد ناجي محمد محمود بإذن الله بإذن الله بإذن الله يرجع التدريب نهاية شهر سبعة أوائل أغسطس هو وكابتن ساعد سمير ورجع خلاص حمد فتح فالله ما صلع سيدنا النبي لا حصل أنا ما قلش إن الزمالك يتمنع من القيد ولا يتمنع من القيد الزمالك يتمنع من القيد لو هو ما دفعش فلوس حمد النكاس لكن دوقت هو عمل استئناف فخلاص الحكم بيبتعمله هلد لحد ما يخلص ميز وليد أزارو الخناء معادل وقت الخناء معادل وقت عالي عاوزينه يجدد ويعار جون إدوارد الثالث عشر وكيل وليد أزارو قال لك اللاعب ييرجع للنادي الأهلي يينتقل لأي نادي آخر هيبقى بقى في عقده سنة حتى لو عملتوا الأعارة سنة خلاص عقده بينته يحق له أنه يوقع بقى في أي وقت بيعته لنادي هو عاوزه هيكون متفق ومخلص اتفاقياته وحكايته ورويت لكن ملعوب واليد أزارو شون يرجع الزمالك رغم العلاقة القوية بينه بين مستر باتريس كارتيرو جون إدوارد الثالث عشر وكيلو اللي هو الشركة اللي فيها محمد العاصي وجون إدوارد وإبراهيم باكايوكو وبلال نظير نفس الشركة اللي بتمتلك عقد وليد أزارو قالوا إن إحنا مش من مبدأنا إن إحنا نبقى كبري لنادي آخر ومش من مبدأنا إن إحنا نكتر الكراهية بين الناس وبعضها إحنا دورنا إن إحنا نحسن العلاقات بين الأندية وبعضها فبالتالي مش هنعمل ده لكن وليد عنده عروض عربية وأوروبية خلص الدورة هنقعد ونتكلم يعني قالوا ما فيش دورة هنقعد نتكلم قالوا هنلعب دورة هنقعد بعد نهاية الدورة نتكلم لكن وليد أزارو عقده بينتهي بنهاية المصم القادم ولن يجدد للنادي الأهلي إلا لو كان هيلعب لو كان هيعار أو يباع لن يجد بيتكلموا إن مراوان محزن يجدد سنتين كل المقارنات الإملائية والجغرافية والنحوية وكل حاجة تقول إن وليد أزارو أفضل من مراوان محزن ومراوان محزن يجدد بـ 8 مليون جنيه هو سعد سمير برضو سعد العقد بتاعه تحطله فيه 8 مليون وهيتوسق مع فتح باب اتحاد الكرة بحيث أنه يقيد في الموسم المبل وهيقيد قائمة تانية كلاعب حر يبقى إن مشكلة النادي الأهلي الآن في التعاقد مع مهاجم وقلب دفاع والراجل كان حدد فيلر حجازي أو بار المحمدي والمهاجمين حددهم لهم وقال عاوز رمضان صبحي توجد صعوبة كبيرة جدا 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 في الحصول على خدمات رمضان صبحي في هذا التوقيت والاجتماع اللي عمله كابت محمود الخطيب مع اللجنة المالية بالنادي الأهلي ولجنة التسويق كان عشان يشوف القدرة على دفع الرواتب في الفترة القادمة واحتمالية إلغاء الدوري فهنخسر إيه وهنعمل إيه وهنسوي إيه وعمل مشروع تطبيق للنادي الأهلي إلكتروني هيدخل فلوس للنادي الأهلي في قدرة التسويق موجودة وحاجات بالشكل ده هيعملوا إيه ويسويوا إيه في الفترة المقبلة الخاصة بيه المفاوضات وما إلى ذلك باهر المحمد الكلام وقف عند إبراهيم عثمان وطلب 40 مليون جنيه 40 مليون جنيه وحسين السيد نهائي ولعب قعار فكده أنا رأيي أن النادي الأهلي يكتب له قراطين في النادي أو فدان يعني يكتب له فدان في النادي عشان إيه بقابل باهر المحمد لو أنت جبت أحمد بيكهم أحسن منه مش أحسن منه يعني هيحللك تجيبت أسامة جلال هيحللك عندك سعد سمير ورمي ربيعة ومحمود متولي وأيمن أشرف يحلولك اللي بيعمل أنا كنت صايم الستة لبيت بس النهاردة فترت إيه القضية يعني؟ هنصوم بشوال بمزاج إيه المشكلة؟ أنت صايم لازم تدعيلي وأنت بتفتر أمنتك أمنة وتدعيلي بالصحة والستر وحسن الخاتمة ربنا يرزقنا جميع الحسن الخاتمة حسن عباس معلش يا عم حسن أنا فاطر النهاردة عم حسن فاطر النهاردة عم حسن هناخد الباقي في 13 و 14 و 15 الأيام البيض يا عم حسن ولازم الناس تصوم الستة البيض في شوال ماشي؟ زيكو من بشلة متغامر أهلا يا زيكو بلدياتنا أرد على أسئلة حضراتكم اسمها مفطر يا أونكل يا عم مفطر فاطر أم أنت شغال في مختار الصحح بدزي الراجل مش مقتنع بي ولجنة الكرة قلت له لأ يعود ماشي؟ قل اسمي يا أونكل حاطر حمادة كساواتا أعمل لك إيه اسمك أصلا الجزء الثاني فيه صعب يا حمادة أعمل لك أنا إيه؟ مساء الفلو يا أونكل محمود بندو أهلا وسهلا أحلى مساء من السعودية محمد شهين قول لا إله إلا الله وسامة كمان لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نلقى الله أنا صائم وهدعي لك متحة حمد ادعي لي والنبي ادعي لي والنبي المجه حلو يا أونكل نجيب لك زي عم علاء محمد أحمود أحمد بلال حبيب الغالي أهلا يا أحمد انت وشيشت وكفرششت والعجازية وصنباط والطريق الصعب جدا بتاع شبراميل ستنتا ده لازم يتصلح لازم المحافظة على الغربين ينزل يشوف الطريقة حرام حرام الطلبة بيعانوا رشا أبا أزا مرتضى يعمل ايه بعد رمز جلال وناد القارن هيلاقي أي فيلم هيرجع لموضوع التخابر تاني يقلف أي حاجة تاني ومشكلته أنه حتى يعني احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله سؤلنا في كل القضايا اللي رفعها وكل البلاغات اللي عاملها والدنيا يعني فما نعرفش هيقلف عينا ايه بعينه وعاوز يلاقي عدو احنا مش عاداء وعاوز يلاقي حد يبقى عدو له فبيدور على أي حاج مصطفى سامي زعلت على اللي حصل لحضرتك مع رمز جل بس أنا فريحت زعلان اللي انت ليه بقى مصطفى وحد يابني يابني هزار برنامج هزار وفور فن بس المشكلة فيه لعنة الله على المونتاج عملنا سجلنا بتاع ساعة ونص ساعتين واتشلت حاجات وتحطت حاجات لكن في كل الأحوال أنا مبسوط ان ظهرت مع رمز جلال انت ما تزعلش يا مصطفى اللي لو كان نفسك تظهر وبنا يكتبها لك ان شاء الله بتبقى نجمل نجوم كده وتظهر في البرنامج وده برنامج خلي بالك سواءك من أي حاجة بتتقالي لك بيهيني الناس الزمالكوية يقول لك ايه بيهيني الأهلوية يقول لك ايه بيهيني الزمالكوية واللي فيهم اتداق مني يقول ايه انت روحت تهنت في البرنامج كتخيب كتخيب اجرى خيب اجرى خيب اهلا بكم من الدمام صبر عطوة اهلا وسهلا سيرينيو سيرينيو لسه ما فيهوش جديد المشكلة دلوقتي ان الاهلي واقف على موضوع الدور معتقد ان الدور هيك لكن الناس سيرينيو برضو راجل طلب التعاقد معاه لو رمضان صبح مش هيك وانا مش عارف حاسس كده يعني ايه يعني يعني ربما هو شايف ان ان فرقته متكاملة وان الراجل عاوز يعني كده وان الدور هيكمل وانه هيحتاج الامر ده بعد شهرين ثلاثة وبالتالي بتحرك فيه في هدوء شديد جدا 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 انهم يمكن الدور هيكمل ولا لا والله وفقا لكلام رئيس وزير الشاب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ان الاندية ستعود الى التدريب فيه منتصف الشهر رشا ابازة بتقول لي هو امير مرتضة مصدرك في الاخبار ديت والله ما امير مرتضة وانا عمري ما كلمت امير مرتضة كنت بتكلم زمان كتير انا واحمد لكن امير ما فيش بينه وبينه تواصل لكن ثق ان الاخبار دي من بقى مرتضة دمتم في امان الله سلام علي امير مرتضة امير مرتضة امير مرتضة امير مرتضة